موسيقى شو هن الزيوت المؤطرة أو زيوت الطيارة يلي نحنا بنعرفهم بالأسامة الأجنبية إن كان الاسم الفرنسيوي ويل إسانسيال أو إسانس حتى أو إسانشل أويل يلي هو الاسم الإنجليزي من وين بيجو هول هول الزيوت كيف نحنا بنستخرجهم وكيف نحنا عن جد بنستعملهم وليش عندهم استعمالات طبية هيدا الشي اللي كتير رح نركز عليه هلأ بجرين اليوم أول شي رح نبلش نشوف هكي مجموعة من الصور ننتقل على أول صورة تنحكي عن أكتر شي انتو بتعرفوه يمكن أكتر شي بس نقول إسانشل أويلز بتراكزوا على البابرمنت اللي هو النعنع لفندر لفاند يمكن كمان تيتري يلي هنه أكتر شي بتعرفوهن الأوكاليبتوس يلي موجودين بكل الصيدليات وبيكل الماركتس وبكل الفارماسيز يلي انتو بتروحوا لحتى تشترون أوقات وأوقات بتشوفوهن بس ما بتعرفوا انتو كيف بدنا نستعملون واليوم راح نحكي أكيد من وين جايين أول شي راح ننتقلها على تاني صورة لنحكي نباتيا هن وين موجودين يعني بقلب النبتة ليش النبتة بتعملون وكيف جايين الأسانشل أويلز أكيد مصدرهم 100% نباتة يعني أو بيكونوا بالشلش أو بيكونوا بأكترية الوقت بالورقة أو بيكونوا بالزهرة أو بيكونوا بالتيج طبع النبتة أنا راح أخد إجزامبل كتير مهم اللي هو الزعتر الزعتر خصوصا الزعتر اللبناني أو الزباع معروف بالأسانشل أويل يلي هو عنده كتير فوية طبية ويلي هو كتير مهم أنتي بكتيريال يستعمل بالعمليات كمان وأكيد أنتو فيكن تستعملوه بشكل يكون كتير سيف من وين بيجي الأسانشل أويل وين موجود بقلب الزعتر هاي دي الورقة اللي عم نشوفها راح منشوف هلأ بالصورة الثانية إذا نحنا منحطها تحت الميكروسكوب شو منشوف؟ إذا منحطها الورقة تحت الميكروسكوب منشوف النسيج طبعه أو التسو الفؤاني أو الإبيديرم أول شي عم نشوف الشعيرات يعني إذا أنا بيخد ورقة من عندي وهيكي بدسها شوي من فوق ومن تحت بلقيها فلور يعني بلقيها شوي إذا بدكن مخملية هول اللي عم شوفهم هن شعيرات هن بوال أنا عم دسهم فإذا بشوفها برجع بدي أرجع شوف الصورة كمان راح نشوف الصورة هلأ راح نرجع نشوفها إذا أنا بشوفهم تحت الميكروسكوب أول شي بدي شوف وين مكتوب بوال هو منسميه بوال تكتور يعني هو شغلته يحمي هيدا النبتة مثل سانسور إذا بدكن خصوصا بيحميها من الجفاف أو إنه هو إذا دقت فيه مرض أو حشرة معينة بيكون هو السانسور اللي يخبر هيدا النبتة إنه فيه شي هاجم عليك أو هاجم على الورقة طبعك راح نتقل على الصورة التانية إذا بدي كبر أكتر شو بشوف كمان يلي بعدها عم نشوف هيدا الكيس يلي لونه أصفر أو أورنج هيدا منسميه نحنا سلول سكرتريس يلي هو بين هولي البوال أو بين هولي الشعيرات السلول سكرتريس هي السلول المسؤولة أو الخلية المسؤولة إنه تصنع هالإسانشل أويل هالإسانس وتخزنه بقلبها لما يجي الموعد أو لما يجي خطر على هيدا النبتة إنه تستعمل هول الإسانشل أويل بتستعملهم لتدافع عن حالها بأكترية الأوقات يعني فيها تستعملهم لتعيط مسار للنحل تخبرهم إنه فيكن هلأ أنا زهرت فيكن تجو تعملوا بولينيشن للزهرة طبعي بس بأكترية الوقت بتستعملهم لحتى تدافع عن حالها يعني هني بتصنعهم النبتة الإسانشل أويلز لحتى فيهم كومباونز يعني نقطة الإسانشل أويل فيها يكون فيها أكتر من مئة كومباونز هني بتستعملهم النبتة لحتى تدافع عن حالها لحتى يكون عندها مناعة ضد هالحشرات وهالأمراض يلي جايين على هيد النبتة يغذوها مشان هيك الإنسان لما درسهم شافهم فقرر إنه يستخرجهم من هيد النبتة ويستعملهم لإستعملات طبية لحتى يكون كمان عم يستعمل هالدفاع يلي بتستعملوا النبتة لحتى يدافع عن حاله هون بدي انتقل على الصورة يلي بعدها تأشرح شيء كتير مهم هو إنه الويل إسانسيال أو زيوت المؤطرة هي منا أبدا زيوت النبتية يلي نحنا منعرفها يعني هي منا ما بتشبه أبدا الزيوت اللي عم نشوفها هلأ بالصورة لا زيت الزيتون ولا زيت الأفوكاة ولا زيت الألموند يعني هنة توتلي مختلفين عنهم شو الفرق بيناتهم نحنا هولي الزيوت نستخرجها من الفويك عم بحكي عن زيوت الويل أو زيوت النبتية يعني كيف نحنا بنحصل على زيت الزيتون بنجيب بذرة الزيتون أو فويك الزيتون بنعصره على البارد وبيطلع لنا هيدا الويل يلي هو فاتي إذا بتكون مليان بالدهون فيه فاتس كتير بيجي بيدبغ على مطرح ما بنحطه وما بيتبخر يعني بيطول لا يتبخر بينما الإسانسيال أويلز هنة إذا بدكن لونهم ترانسبرنت هلأ مثل ما راح نشوف بالصورة الثانية بنحصل عليهم بكميات أقل يعني فينا يفيكن عندنا لتر أو خمسة لتر أو عشرة لتر زيت زيتون بس ولكن الإسانسيال أويل بدنا فور إكزامبل لافندر بدنا شي ميت كيلو لنحصل على لتر زيت لافندر أو إسانسيال أويل بيكون لونهم ترانسبرنت أكيد بيختلفوا بالألوان وبيكونوا زيوت طيارة مثل ما قلت اسمهم بأول حلقة يعني لما منحطهم على إيدنا أو لما منحطهم على جلدتنا الكمباونز يلي عايزينهم بيفوتوا بقلب الجلدة وبيخدوا سوانة لدقايق لحتى يطيروا يعني هنه مختلفين بطبيعتهم ننتقل كمان على الصورة يلي بعدها نحكي عن شي كتير مهم شو الفرق مثلا بين اللمن جوز يعني شو منلاقي نحنا بعصير الحامض وما منلاقيه أو منلاقيه بالإسانسيال أويل طبع اللمن كتير بيفكروا أنه إيه أنا الإسانسيال أويل طبع اللمن هو زيته موجود بالجوز which is not true الجوز نحنا بنعرف أنه هو بقلب البالب يعني هي مثل ما هم نشوف هلأ بالصورة هي الفواكة عصرناها من جوة اللب طبعا طلع لنا بقلبها مي وطلع لنا مي بكمية أكتر شي فيها فيتامين سي الإسانسيال أويل طبع اللمن هلأ رح نشوف بالصورة الثانية هو مش بقلب البالب هو القشرة يعني نحنا لما بدنا نقطر essential oil lemon حامد بدنا ناخد القشرة طبع الفواكة نقطرها هلأ منشوف كيف هيدا القشرة بقلبها فيها متل جيوب متل كافيت تي هنه فيهم essential oil طبع اللمن وهنه يلي رح يعطونا هيدا essential oil يلي ما فيه أبدا فيتامين سي يعني يلي بيفكروا أنه essential oil طبع الحامد أو الليمون فيه بقلبه فيتامين سي أنا بدي أقلكم أنه ما فيه أبدا ما بيشبه أبدا العصير طبعا وعنده أكيد فوايد تانية فيه مادة تانية اسمها ليمونان اللي هي موجودة بنسبة 90 أو 95% بهذا الأسانشل أويل وهي المادة الطبية يلي نحنا منفتش عليها لحتى نقوي منعتنا هلأ بعد شواني منحكي عن فوايد هول الأسانشل أويل رح نتقل كمان على الصورة اللي بعدها لحتى نشوف حتى أحكي زراعيا نحنا كيف نحصل على الأسانشل أويل هل فينا نحنا نزرع كرميل نقطر أكيد فينا نزرع كرميل نقطر يعني فينا إذا نحنا عنا بستين زعتر نستخرج هالوراق ونقطرهم أكيد بدنا نكون نعرف الدوزاج بده يكون عنا نورز معينة ولكن المشكلة في لبنان ما بنعرف كيف بدنا نبيعهم يعني ما في قانون بقلنا قداش لازم نسعر وكيف لازم نبيع أوقات ما في رقابة يعني أوقات هول الأسانشل أويلز ليكونوا جريد أي وطبية لازم ينفحصوا ينعمل الكمباونتز تبعهم تأخذ أجزامبل الزعتر مثلا الزعتر يلي منزرعوا بجنوب غير الزعتر يلي منزرعوا بالبقاء لأنه طبيعة الأرض غير هون لازم نعمل فحص للترب لأن نتوقع شو بده يطلع لنا بقلب الأسانشل أويل والكمباونتز أو التكوين الكيميائي اللي موجود بالأسانشل أويل يلي منقطروا من زعتر جنوب غير الأسانشل أويل يلي منقطروا بالبقاء فكرميل هيك لازم ينعمل دراسات أكتر رح أرجع على الصورة يلي هلأ عم نشوفها عن اللافندر مثلا اللافندر إذا نحن بدنا نزرعوا كلميل الأسانشل أويل بدنا ننتبه كتير منيح وحكيتها قبل بالحلقة سابقة من شي صيني عملتها تقريبا عن اللافند قلت بوقتها أنه الأسانشل أويل طبعا اللافندر لازم يكون من شتلة لفندولة أنجستيفوليا مظبوطة اللي عم نشوفهم عم نشوف على ميلة الشميل عم نشوف اللافندر اللي هو نوع من اللافندر إبريد هيدا النوع إذا زرعناه بيكون فيه زهور أكتر بيعطينا زهور أكتر ويتشيز بيعطينا كميات أسانشل أويل أكتر من اللافندر المظبوط يلي نحن بنزرعه صحيح رح يطلع لنا أويل أكتر ولكن مش بزيت المواصفات يعني هو بيكون أقل كواليتي وهو بيكون إذا بدكم طبيا أو بالسوق مرفوض أوقات كتير فياللي بده يزرع اللافندر لحتى يقطر لازم يجيب شتلة اللافندر المظبوطة من مصدر موسوق لأنه كتير من المشاتل بيبيعوا اللافندر يلي هو نحن ما فينا نستعمله لنقطر منه الأسانشل أويل منتقل كمان على الصورة يلي بعدها حتى نحكي كيف نحن بنعمل هيدا الشيء يعني نحن اليوم أكتر سيستام لحتى نقطر زيوتها المؤثرة نستخرجه من النبتة إذا بدكم بالمختبرات هو عبر الكلافنجر أباراتوس أو إذا بدكم بنسميه بالعرب الكركي يعني هو عنده زيت السيستام مثل كركة العرق يلي نحن بنستعمله هو بيكون عنا بالون بالكعب بنحط فيها الورق أو هالزهور يلي نحن استخرجناهن النبتة بنشعل تحته بتوصل الحرارة للمئة درجة أو أقوات أكتر شوي أول شي بيطلع فوق بالتيوب يلي عم نشوفه هني زيوت المؤثرة أو الأسانشل أويلز مثل ما قلت هني طيارة أول شي على الحرارة بدون يطلعوا لما بيطلعوا رح يروحوا على الشي اللي بنسميه ريفريجيران يعني هو إذا بدكم التيوب يلي فيه بقلبه مثل هول البوليت على اليمين على الآخر بتكون قاطعة فيه الماء المسقعة شو بيصير لما يوصل ويسقع رح يعمل كوندنساسيون وينزل بالتيوب التحتين اللي تحت آخر شي يلي اسمه تيوب فلد وث أويل فهيك بتكون الاكستركشن المزبوطة طبع الأسانشل أويل ومنحصل على الأسانشل أويل بها الطريقة باللبوراتور شو بيبقى تحت اللي بيبقى تحت هو الأوف لورال أو يلي انتو بتشتروها من السوق بيكون اسمها أو دو لفند أو أو دو سوج هنا اللي بتشترون يلي ما فيون أسانشل أويل بيكون فيون خواص تانيين موجودين أكيد بقلب الورقة بيكون فيون ترسات كتير قليلة من الأسانشل أويل يلي ما قدروا طلعوا هيك نحنا منستخرج تجاريا الأسانشل أويل وعيدا مثل بجعب لكم اسمه كلافنجر أباراتوس فيكون أكيد تفتشوا كيف بيشتغل كيف بينعمل وسعره غالي هلأ بالصورة يلي عم نشوفها هلأ هي الأوف لورال يلي حكيت عنا هو كل شي بيبقى بالبالون تحت يعني ميت اللفاند أو ميت الزعتر أو ميت الأصعين يلي بتبقى تحت هي الأوف لورال يلي أكيد عندها فواية طبية معينة ولكن ما فيها اسمشل أويل لأن نحنا قراد استخرجناهن من النبتة الجزء من النبتة يلي نحنا عم نقطره رح ننتقل كمان على الصورة اللي وعدة تنحكي شوي عن نحنا كيف منستعمل الإسسانشل أويل بطريقة سيف يعني أنا اليوم ما فيه يجيب إسسانشل أويل ودغرق استعمله قبل ما أعمل تاست على حالي يمكن أنا يكون عندي حساسية يمكن جلتة ما تتقبلوا عطول بدنا نتعامل معهم مثل الدواء وبدنا ننتبه كتير منيح لأنه كترتهم إذا نحنا منكتر منهم أو منستعملهم غلط ممكن أنه يقزونا ويوصلونا حتى أنه أوقات نفوت على المستشفى بننتبه كتير منيح أول شي بنعمله بنسميه نحنا باتش تاست يعني نشوف إذا الجلدة تبعنا بتتقبل هيدا الأويل شو بنعمل هلأ أنا رح أخذ البابرمنت مثلا يلي عندي رح أعمل شي اللي اسمه باتش تاست بياخده أول مرة وبحط على الجلدة تبعي نقطة أو نقطتين أوكي هو هنه كافين وبمسحهم بها الطريقة الأهوة البابرمنت مثلا نستعمله إذا الصبح بدنا نوعه هو بوعينا ستيمولان فينا محل فنجين القهوة الصبح ناخد البابرمنت نشمهن نعمله بها الطريقة أو نحطه بالديفيوزر تبعنا أكيد ولا مرة تخلطه بالماء يعني الماء أبدا ما لازم تخلطه بالماء وأول شي ما بيدوب فيه تاني شي ممكن أنه يأذيكم مع الماء أوقات إذا بدنا ناخده إنهليشن إذا بدنا ناخد هالبابرمنت إسانشل أويل إذا بطننا عم يجعنا أو عنا مشاكل بمعدتنا هو معروف طبيا أنه بيساعده للمشاكل فينا نخلطه مع ذات الزيتون ناخد شوي وفينا نحط مثلا على كيوب سكر أو على موزة نقطة أو نقطتين ونخدهن هيك بيكون فات على معدتنا وعمل مفعوله إذا لحظته بطل تقريبا موجود يعني بطل أنا هلأ على إيدي بطل موجود بطل مبين هيدا عكس الوجتابل أويل أو الزيوت النباتية يعني هو طار أكيد الكمباونتز طبعه بعضهم موجودين وفاتوا بقلب الجلدة وصلوا على الدم وعم يعملوا أكيد فويضهم الطبية بقلب اللي نحنا عايزينه الآن الباتش اللي حكيت عنه إذا أنا لحظت بعد دقايق إنه جلت عملت رياكشن على هيدا الزيت يعني أنا عندي ألرجية عليه ما بقدر إنه استعمله هون بدي أخلطه مع الشي اللي منسميه كارير أويل رح نشوفهن هلأ بالصورة التانية شو يعني يعني أنا عم بعملون ديليوسيون عم بياخد زيت نباتة أخلط معه الأسانشل أويل لأنه بيدوب فيه واستعمله بطريقة ديليوتد على بشرته واخده وهكي ما بيكون عندي رياكشن عليه شو هن الزيوت أو الكارير أويل يلي بيحملوا هيدا الزيت وبيخلطوا أكيد عنا زيت الزيتون عنا الصنفلاور عنا البمبكن سيد يلي هو كتير مهم عنا الساسامي السمسوم عنا عنا الافوكايدو عنا الجريب سيد أويل كمان كتير مهم هو اللي أكتر زيوت بينخلط مع الأسانشل أويل أوقات كتير على الفلاكوم مثل هيدا الفلاكوم مثلا حطي لنا هون إنه يعني هنه أوقات بيخبرونا إنه هيدا مثلا البينوس البينوس سيلفسترس أو سكوت سباين مثلا البيزل ما لازم نستعمله دايما لازم نستعمل معه كارير أويل نخلطه نعمله ديليسيون أوقات مثلا منحط عشر نقات كارير أويل مع نقطة أو نقطتين أسانشل أويل بس لحتى نستعمله رح ننتقل كمان على الصورة اللي بعدها هنحكي عن الاستعمالات طبع الأسانشل أويل تاني نوع استعمال غير الجلدة هو بالتم يعني مثل اللمن مثلا اللمن نحنا نستعمله لأن قوة منعتنا خصوصا ضد الفلوب الشتوية هلأ نحنا قادمين على شتوية ضد الكوفيد وكلهو لتقوى منعتنا هو معروف إنه الكمباونز يلي بيه الأسانشل أويل طبع الحامض أو الليمون هو بأول مناعة ففينا ناخد نقطة أو نقطتين بنهار تحت لسين مش فوق لسين لأنه تحت لسين بيتخذ أكتر مع الجلند بيفوت على الدم أسرع ناخد نقطتين الصبح قبل ما نروح على الشغل فينا نرجع ناخد نقطتين مثلا بعد الظهر وهيك بنكون عم نضمن إنه مناعتنا عم تقوى ننتقل على السورة اللي بعدها كمان لنحكي عن كيف منحطهم أكيد على على الرأس على الجلدة كتير مهم خصوصا إذا عندنا وجع رأس يعني مثلا البيترمنت الأكاليبتوس تيتري يلي هني بيساعدوا المناعة وبذات الوقت بيصححوا وجع رأس يعني إذا أنا عندي ميجران عندي وجع رأس ممكن إنه يساعدوني فيه أخذ هالإسانشل أويل أو بيكون عنده مثل رول أونفو أو فيه حط منهم على إصبعي وإدهن شوي السكالب طبعا الرأس بدي أنتبه كتير منيح ما قربهم على عيوني ولا مرة تستعملوا الإسانشل أويل قريب من عيونكن أول شيء اللي تلكونية ويأذلكون عيونكن وبهالطريقة أكيد بيكونوا عم يوصلوا أسرع على رأس وبيكونوا عم بيفيدونا أكتر ننتقل على الصورة يلي بعدها كمان لنشوف شو عنا وثالث استعمال هو أكثر شيء منستعملوا بالأوكاليبتوس والتيتري اللي نحنا ما فينا نخدهم هون بدي أذكر إنه فيه إسانشل أويلز مثل الأوكاليبتوس مثلا مثل التيتري هن توكسيك إذا نحنا منخدهم يعني ما فينا نخدهم بلساننا أو بتمنا هولي مندهنهم على الجلدة يوكاليبتوس مثلا مثل ما عم نشوفه على كعب الإجر مندهن نقطة أو نقطتين وهو كفيل إنه يفوت على قلب مجرى الدم طبعنا ويكون عم بيساعدنا بالأغراض الطبية يلي نحنا عايزينا فهولي إذا بدكم باختصار عن الإسانشل أويل هلأ تأحكي شوية ديئة عن فويدهم أكيد رجعوا للحكيم طبعكم للطبيب طبعكم نسألوا إذا فيكم تستعملون خصوصا إذا عم تستعملوا أدوية تانية ما تنسوا تعملوا الباتش تاست لحتى تشوفوا إذا أنتوا عندكم حساسية عليه وبأكترية الأوقات تستعملوا ديليوت اللامن مثلا حكينا أنه هو بيفيد كتير المناعة بأول مناعة البيبرمنت هو لواجع البطن إذا بدنا ناخده انهليشن ولوجع راس إذا عندنا ميجرين وهو مثل ما أنا هلأ شفتوني عملت إذا بدنا نوعى الصبح هو ستيمولان بواعي لافندر بالعكس يعني إذا نحن عندنا مشاكل إنسومنية عندنا مش قادرين ننام فينا نحط نقطة أو نقطتين على المخدة تبعنا وهو بيساعدنا تريلاكس ونخفى يعني ما تستعملوا بالنهار لأنه ممكن أنه يناعسكن هيدا الزيت بزيت الوقت هو أنتي باكتيريا نمبر وان يعني إذا عنا انفكشن عنا باكتيريا معينة بدنا نطهر الجو بالقودة طبعنا فينا نحطه بديفيوزر وهو كفيل إنه يساعدنا نطهر القودة طبعنا فهولي إذا بدكن هيك باختصار الإسانشل أويل طبعنا وكيف فينا نحن نستعملهم نرجع ل تيرلا وانيتا